اليوم خبر تصدر الصحف ووسائل الإعلام والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي مفاده السيسي يفتتح مجموعة من المشروعات السكنية في مدينة بدر خلينا الأول نقف مع الخبر الإنجازات في بلدنا تحس إنها كده بقت بالشوية شوية مشروعات مجموعة من الإنجازات بعض المصانع الخبر بهذه الصياغة مش أول مرة يخرج أو مش أول مرة يتعمل قبل كده قالك السيسي يفتتح مجموعة من المصانع مش عارف في المدينة الدوائية وبعدها السيسي يفتتح مجموعة من المساكن مش عارف فين النهاردة يفتتح مجموعة من المشروعات السكنية في مدينة بدر لما تيجي تعد أو تيجي تبص على حصيلة هذه الإنجازات وهذه المشروعات خلال السبع أو الثمان سنين اللي فاتت تلاقي النتيجة متمثلة مثلا في سعر الجنيه المصري أمام الدولار واللي نزل الجنيه خلال الجنيه خلال السبع سنوات أكتر من خمسين في المية من قيمته تلاقيها مثلا النتيجة بتاعت المشروعات اللي كل يوم بيعلن عنها النظام والإعلام وما بنشوفش منها لا بيد ولا سود ولا بنشوف منها نتيجة على الأرض يظهر على طول عندك في حجم التدخم أو يظهر عندك على طول في نسبة القروض والاستدانة وكمية الفلوس اللي اتجابت من من بره البلد خلال الكام السنة اللي فاتت فأصبحنا مديونين لكل من هبه داب بقينا مديونين للخارج والداخل وبعض الدول والأنظمة وبعض المؤسسات المالية والبنوك في العالم كله لدرجة ان البنك المركز البنك الدولي النهاردة او صندوق النقد الدولي هو اللي بيحكم على الدولة والنظام انها ترفع الدعم او ما ترفعهوش بيتحكم في عدد الموظفين اللي موجودين في الدولة بيتحكم فيه ادكام مواطن المفروض يكون شغال واصبحنا خلال الثامن سنوات اللي فاتت العالم كله بيمشي لقدام واحنا بنمشي الورا ويجي النهاردة يقولك مجموعة من المشاريع او بعض من المشاريع زي ما حصل كده في العربية مش عارف الكهربية وبعد كده اكتشفنا انها كتبة وبعد كده اسكان محدود الداخل واكتشفنا انها كتبة والمحاور والطرق اللي بتتفتح كل يوم وبعد كده بيتبوش وتقع بعدها باسابيع او بشهر ومش عارف المشاريع الفلانية والمشاريع الفلانية واي يفطى على اي مكان واي مش عارف صور يتقال عليه مشروع ودينا بالنهاية بنعد مشاريع سيسي النهاردة في افتتاح هذه المشاريع مفوتش الفرصة بطبيعة الحال انه يتكلم عن ثلاث حاجات اول حاجة يتكلم عن زيادة السكان الشماعة اللي موجودة دايما مع النظام ومع عبدالفتاح السيسي للحديث عن اي اخفاق اقتصادي او اي فشل اقتصادي وعدنا في البداية هتشوفوا مصر هتبقى فين وبعد كده هتشوفوا مصر هتبقى فين 2017 وبعد كده هتشوفوها هتبقى فين 2018 طيب اصبروا علي لالفين وتسعتاشر لا خلينا مش عارف لتلاتين ستة عشرين عشرين والحال كما هو عليه والمواطن يا مولاي كما خلقتني والسبب والشماعة الاخيرة هو زيادة عدد السكان الشماعة الحاضرة دائما مع السيسي والنظام هو زيادة عدد السكان ما يعرفش مثلا ان السكان دولة ثروة بشرية بتقوم عليها بعض الدول زي الصين اللي بتتسيد العالم لمجرد ان عدد سكانها بالمليارات الشماعة التانية اللي ما بيضيعش عبدالفتاح السيسي الفرصة انه يتكلم عنها هي فورة 25 يناير او ما حدث في 2011 ما بيقولش ابدا 25 يناير دايما يقولك ما حدث في 2011 نهر النيل وسد النهضة يقولك ما حدث في 2011 سببه ضياع نهر النيل وسد النهضة الاخفاق الاقتصادي والفشل في كافة المجالات يقولك ما حدث في 2011 النهاردة ايضا عبدالفتاح السيسي يحمل ما يحدث في البلاد من كساد اقتصادي لما حدث في 2011 اخيرا الحديث عن الدعم الدعم ولقمة العيش ورغيف العيش والخبز بقى مشكله الدوله والحكومه والنظام في دوله بتنفق ملايين بل مليارات على اللقطه سيسي النهاردة اتكلم في بعض التصريحات وقال ان المستعبى للبلاد لا يكون بالكلام فقط لكن يتطلب جهد وعرق وتضحية لكي نعيش حياة لائقة علشان الاجيال الصغيرة قال كمان ان ما وصلت اليه مصر من حالة استقرار وبناء في وقتنا الحالي فضل كبير اوي من ربنا وما حدث لم يكن يحدث الا بعد ما حدث في 2011 وما تجاوزناه او ما حدث من تجاوز ما حدث في 2011 سيسي قال احنا ما بنبيعش للناس شؤا لكن بنقولهم ادفعوا تمن الصيانة تكلم كمان عن انفاق الدولة ما يزيد 3 تريليون جنيه على دعم الخبز او الدعم وقال مش هنلغي الدعم ما تخافوش لكن هنعيد تنظيمه اخيرا اتكلم سيسي عن موضوع تنمية الريف عايز اقاف بس دقيقتين تعالي كده حاجة حسان مع موضوع الدعم رغيف العيش والمشكله اللي خلال الكام يوم اللي فاته من اول ما تكلم عبدالفتاح السيسي عن العيش وقال ان الصجاره بتجيب رغيف العيش والدوله اي ما قاعدة اي ما قاعدة والاعلام اي ما قاعد والصحافه والتوك شو واحمد موسى وعمر اديب ولميس والديهي والباز الكل يتحدث عن ان رغيف العيش بيستهلك الدوله وبيستنفذ الدوله وبياخد فلوس الدوله والدوله بتصرف على رغيف العيش اللي هو بيستفيد منه اكتر من واحد وستين مليون او واحد وستين في المية من الشعب المصري نهارده سيسي بيقول بينفق على الدعم تلاتة تريليون جنيه طيب تلاتة تريليون جنيه بيتم انفقهم على الدعم ومنهم بطبيقه الحال رغيف العيش وبدأ يقارن ما بين ان تنمية الريف محتاجه فقط تريليون جنيه لو خدتوهم من دعم العيش اللي هو يعني بيحاول بالنهاية يحطنا في حزبة كده ان انا بنزل او بوقف الدعم عشان انام الريف بوقف الدعم قبل كده قال عشان خاطر اعمل الوجبه مدرسيه للطالب المصري انا موافق جدا والمواطن المصري موافق جدا انك تنام الريف وموافق جدا انك تعمل الوجبه المدرسيه لكن عندك اماكن تانية تقدر تاخد منها لو مشكله عندك في الانفاق تقدر تقلل الانفاق على المؤتمرات اللي بينفق عليها ملايين من جيب الشعب المصري على سجاب احمر بتمشي عليه العربية وعلى دعاية وعلى مش عارف الوجهه بتاعت المتحف الوجهه متكلفه مش عارف 160 مليون ومدان التحرير متكلف مش عارف 140 مليون او 80 مليون وموكب المميوات مش عارف متكلف كم مليون كم مليون واطول عالم واطول سارية واعرض كبري واكبر جامع واكبر كنيسه والعاصمة الادارية الجديدة والنهر الاخضر والاكتاجون ومش عارف كل الكلام ده يعني الوجهه اللي قدام حضراتكو دي متكلفه 160 مليون تقريبا على حد ما ذكر في بيانات رسمية عن وزير السياحة طيب ال160 مليون دولار مش كنا نقدر نوفرهم طيب اكبر مسجد الرحمن الرحيم او الفتاح العليم في العاصمة الادارية الجديدة اللي هي اصلا محدش بيروح يصلي فيها وهو لحد النهاردة مش كنا نقدر نوفرهم طيب معلش اطول سارية عالم مش كنا نوفر الستين مش عارف مليون اللي انفقوا على هذا الفنكوش اللي اسمه اطول سارية عالم ونحطوهم في الدعم او نحطوهم بقى في تنمية الريف طيب مش كنا نقدر نوفر مثلا المؤتمرات اللي بتتعاملوا بيتجاب لها شباب من كل حتة في العالم وبيتصرف عليهم اكل واقامة وتذاكر وملابس ومش عارف جوائز وهدايا وتطلع تلاقي مؤتمر شباب العالم مفهوش ولا شاب مصري بيعبر عن الوطن او المواطن او الشباب كلهم عيال كده ملزقين نقوهم على الفرازة وامن الدولة ماضي تحت اسميهم مش كنا نوفر الفلوس دي طيب مش كنا نوفر مثلا الفلوس بتاعت الكام مليار اللي تم انفقهم في رمضان اللي فات على مجموعة فنانين وممثلين عشان نعمل مسلسلات تشوه الصورة والصوار وتنشر الفاحشة والرزيلة وتنشر البلطجة ما بين المواطن والشعب المصري مش كنا نقدر نوفر الفلوس دي وفي الاخر نحطها كلها يا اما في تنمية الريف يا اما في الوجبة المدرسية ولو معرفتش في الاخر خالص يعني بعد ما وقفت المسلسلات والملايين او المليارات اللي اللي بتنفق على المسلسلات وقفت المليارات اللي بتنفق على المشاريع الوهمية والمؤتمرات والسجاد الاحمر والاصور الاصور اللي بينفق عليها مليارات والاستيسي بنفسه بنفسه قال اه انا بابني اصور وهابني اصور طيب معلشي الاصور دي ما كانش تستنى سنة او سنتين او سبع سنين ماحدش هيجي يقول يعيني يا مصري اللي معندي كيش اصور قاعد فيهم الرئيس لكن ااجي عالمواطن لو كنت معرفتش توفر من كل الحاجات دي كنت تقدر بقى اخر حاجة تلجأ لها انك تاخد من رغيف العيش لكن اقرب حاجة رغيف العيش. شكرا